بنلاقي فيه اهتمام واسع جدا بموضوع الدراما زي ما حضراتكو عارفين انه مسلسلات كتير بتعرض في هذا الشهر وفيه يعني نوع من انواع الاهتمام والتركيز من جانب المشاهد ومن جانب المواطن للمسلسلات التي تعرض في هذا الشهر الكريم خليني ابدأ باخبار اليوم لانه كل تقريبا غالبية الصحف وعندنا المجلات دينا روزا اليوسف وعندنا الاهرام العربي خالد النبوة راجعيني هوا دعوة للم الشمل وفيه وجبة درامية دا سمح حزم زمننا محمد اناوي دا في صحيفة اخبار اليوم وراجعيني هوا يعني هيورد على سي بي سي ونلي كريم بتقول فاتن امل حربي اللي هو مسلسل فاتن امل حربي صرخة اجتماعية لتعديل قانون الحضانة وهاني سلامة بيحاكم قيادات الجماعات المتطرفة في مسلسل ملف سري وجزيرة غمام حكاية صعودية خيالية ومصطفى شعبان له مسلسل اسمه دايما عامر بيواجه مشاكل التعليم فيه دايما عامر في هذا الاطار واحنا تكلمنا قبل كده مع احد مؤلف العمل وتكلمنا وحضراتكم برضو يعني متابعين هذا الامر صحيفة الوطن وزملائنا بكرة بإذن الله في صحيفة الوطن كتبين او عاملين ملف اسمه المتحدة في رمضان والحقيقة من ضمن الحاجات برضو اللي كانت بينها نفس الكلامة الاختيار ثلاثة العائدون احلام سعيدة فاتن امل حربي دايما عامر جزيرة غمام ومسلسلات بين الدراما الوطنية والاجتماعية والكوميدية الاختيار ثلاثة عمع بين عز والسق وكريم لأول مرة ويسر تنافس بأحلام سعيدة ميكي يعود للكبير قوي وأكرم حسن في عمل كوميدي اسمه مكتوب علي والحقيقة كل دي يعني تقريبا الوطن عاملة صفحة ستة صفحة سبعة صفحة تمانية ما شاء الله عاملة شغل جامد جدا بكرة المتحدة تنتصر لنوم للنسوة بتلات مسلسلات يوتير وفاتن امل حربي والمسلسل الآخر بتاع أزمة منتصف العمر والطلاق وعدم الإنجاب قضاء المرأة تتصدر أولويات الموسم في هذا الإطار وعندي أيضا تجديد الخطاب الديني وتبسيط المفاهيم على بقية البرامج الدينية في رمضان زي من أحمد حسين صوام بيقول علي جمعة يقدم بحلة فكرية وإيمانية في مصر أرض المجددين ومصطفى حسن وساعد المواطن على التغلب على خوفي والجلد وعبد المعز فيه لعلهم يفقهون في هذا الإطار دي المتحدة في رمضان حسب صحيفة الوطن بكرة بإذن الله عندي روزة اليوسف بمزيد من النطج والثقة الجماهرية يتجدد دورها هذا العام الضرورة الحتمية للدراما الوطنية والحقيقة جايبة برضو في الأغلفة عاملة شغل كويس قوي وزميلتنا آية رفعت بتقول الجمهور يلجأ للعمل الفني الذي يحدثه بصدق يمس وجدانه يدعي بإحساسه يعكس ما يدور حولها وفي الأعمال الدرامية بشكل خاص تدخل كل بيئة لمختلف الطبقات الاجتماعية لذلك فانفصالها غير المبرع عن الواقع لأنها جعلها تصل بشكل صادق والعائدون للمخرج أحمد جلال وبمزيد من الضرورة الحتمية للدراما الوطنية في هذا الإطار العام محمد علي بتقول مسؤولية صعبة على المخرج ويجب أن يكون بتوحيد صورة الواقع مع الدراما وكلام في هذا الإطار للاستاذ بشيري ديك بيقول تتطلب حبكة درامية عالية وإطلاعا على الأحداث والمعلومات المكثفة واستاذنا كمان رمزي النقد الفني الكبير بقول يجب أن تتوفر بقى عناصر النجاح من المصدقية واحترافية أستاذ محمد عبد الشاكور بيقول ابتعدت عن المباشرة والصوت العالي يبقى إذن فيه إجماع على أنه الدراما فيه حتمية الضرورة الحتمية للدراما الوطنية زي ما بتقول مجلة روزة اليوسف بكرة بإذن الله أستاذ إيناس عبد الله وزمناتنا عزيزة بتكلم في الشروق عن البرموهات الدعائية تمهيد نيراني قبل معركة الموسم الرمضاني وقبل انتلاك المراثل بساعات والحقيقة برضو تقرير في منتهى الأهمية بيتكلم عن الدراما بكرة أول يوم حتشوفوها وهتشوفوها بصورة مكسفة جدا على كل القنوات سواء سي بي سي أون تي في الحياة المحور التلفزيون المصري الحياة كل القنوات هتلاقوا فيه وجبة دسمة جدا قدام حضراتكم في هذا الإيطار نتمنى لكم مشاهدة ممتعة الأهرام العربية عملة شكل مختلف في المعالجة عملة مركزة على الاختيار والحياة عملة نوع من أنواع يعني الخلفية أو الرجوع إلى الوراء سنتين في الاختيار الأول لما كان فيه البطل المحبب لكلوبنا جميعا رحمة الله عليه أحمد منسي ويعني جايبين تغريدة كده لسيادة الرئيس لما الناس بي سعرفتها حسيسي بيقول ونحن نحتمل بيوم الشهيد فإن أنا أعلم جيدة أن أقصى لحظات تمر بها النفسية لحظات الوداع الحقيقة الكلام ربط الكلام بالشخص اللي هو أحمد منسي وربط الشخص بالاختيار في الجزء الأول الحقيقة ده شغل تفكيره منطقه حلوة أو يعني وبيخلينا يعني نستغرق في ضرورات العمل ونشوف إزاي العمل ده وصل للمشاهد في هذا الإطار محمد مبروك كان بطل الاختيار التاني كما تقول الصحيفة كما تقول المجلة وبرضو في تغريدة كان كتابها الرئيس حفظة 23 يناير 2022 خلال الاحتفال البعض الشرطة بتكلم برضو عن هما ربطين ده بالتغريدة وربطين ده بالعمل الاختيار 2 وبعدين الاختيار 3 لشأن آخر بإذن الله حتشوفوه بكرة لأنه ده اختيار مصري يعني اختيار الدولة يعني اختيار في هذا الإطار فالفكرة بتاعت الاختيار معمولة بشكل ذكي جدا في مجلة الأهرام العربي أعتقد حتشد انتباهكم في هذا الإطار ترجمة نانسي قنقر